أخبار اليوم موسيقى كاريكا، لحن كاريكا وإبداع كاريكا خليني أمبصت كثير بالغنية وأقرر إني غنية كلمات سامير الزكي، توزيعتها الحكيم، الموضوع أخذ تقريباً أسبوعين بس وكانت الغنية خالصة وصورناها مع تامر حربي بمصر هون بحد توكيل العربيات وعملنا فكرة كتير حلوة عم تشوفها على الشاشة، فكرة مهضومة تامر حربي نفذها بطريقة حلوة كتير عم نحضر ألبوم يعني عم نحضر مع العالمي خالد حماد وكاريكا، أيصام كاريكا وطبعاً أي حد بقوله خالد حماد العالمي يقول لي طبعاً عشان هو عالمي أنا مبسوط قوي أن الكليب مسمع يعني والعالم حبته الكليب عم ينعرض على الفضائيات والعالم عم تحب الغنية الحمد لله، دي نعمة، دي نعمة أنك تكون قريب من الناس وفي يعني عندك الطيبة والحب اللي موجودة في الشعب المصري، دي نعمة من أيام ما يا أجي أمشي حدا عايز حاجة مني قبل ما أمشي من تسعة سنين تقريباً موسيقى أول رجعتي مثل ما عرفت أنت الله يا مصر الله، وعرضنيها كمان على مزيكا، وكانت ديجيطال طبع مزيكا، وهلأ غرامك يا ملبن كمان لمزيكا، أحيي كل الشعب المصري، بكل أطيافه، بكل من العامل الصغير حتى أكبر أكبر كبة من الهرم، يعني عندي طريق غنائي معين، اللي هو الشعبة بس كلاسيك، قريب من الناس يعني بتحس إنه بتقول لي والله فادي بيغني يعني عنده صوته، وعنده طريقة هيك بتخلي العالم ترقص وتكون فرحانة، الناس تعبيني بتداميني فرحها، أنا عشرت أهل مصر وعشرت البلد الحلوة وشعب الطيب، وتأثرت كتير فيهم وتأثرت بفنهم أصلاً، أنا ربيان على فن عبد المطلب ورشدي والعزبي وعدوية، فهيدا الموضوع خليني خليني أكون قريب أكتر من الشعب المصري، ويصدقوني لأنه أنا في حقيقة بالموضوع هي أنه أنا بحبها البلد كتير، أنا بحب مصر كيف ما كانت مصر، يشرب من لها يرجع لها تاني، طبع يلي هواك روحسني، يلي هواك روحسني، يلي هواك روحسني، مش شارع للبيض، غرامت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر